يبقى الكلام عن صيام شعبان ازاي؟ شعر شعبان ده والله يا سيدي يا ربي ربنا يرزقنا من نفحاته وبركاته ونوره ما تجيش تقوله انت بالضبط هوا السؤال ده عارف زي سؤال ايه؟ وانت مصطميم النهاردة في شعبان ده شعبان النهاردة السؤال ده عامل زي بالضبط لما واحد بيقابل واحد بيقوله وواحدة بيقولها انت ما تجوزتش ليه واحدة بتقابل واحدة بتقولها ما تجوزتش ليه اسئلة الفلحية ما بيكونش فيها نصيحة ما بيكونش فيها فتح للقلوب فيها تحصير للانسان على نفسه فيها ان انت بتوجع حد لان هو عايز ومتصور ان العبادة تيلة فممش لهاش غير الرجالة فانت مش جامد انا جامد بقى انا ليه بيقول كده؟ لان انا قعدت كثيرا احلل هذا الحديث السيدة عائشة بتقول ايه؟ وكان كثيرا الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول ايه اللي حاصل؟ خذوا من العمل ما تطيقون ربط ده بس يوم شعر شعبان هو نفس الربط ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينصح الانسان انه هو يحول للعبادة الى حياة تعالوا نقول كده في واحد بيحول للعبادة الى عادة وايه اللي حاصل؟ فتتحول الى الرصيد عارف انت زي واحد بيتداخر كده؟ لا خالص احنا العبادة عندنا مش مدخرات احنا العبادة عندنا مغاسل للقلوب احنا عندنا العبادة مشكات للقلوب عندنا العبادة وصل وقرب مع الله عندنا العبادة نور بيتغلغل وبيسد فيتحول الى اخلاق تجذبنا من الداخل عشان نعمل الصالحات هي دي العبادة هو ده اللي بيقوله حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لكن ده كل ده بيضرب الافكار بتاعت التدين الكمي اللي حاولوا يكرسوها فينا وان انت لازم نصلي طول الليل وانغصب نفسنا واولادنا حضرت النبي يقول لنا ما تغصبوش شواءوا قلوبكم لله حبوا العبادة وخلوا العبادة باب مفتوح على الله وممكن عشان يخلينا اكتر سخونة الشخص بتاعت داين الكمي ده يروح سايب بقى كلام حضرت النبي المنور ده اللي هو اخذوا من العبادة ما تتقيون فيسخن عننا مسائل فيقول لنا ايه يقول لك ايه اللي حصل اقف دلوقتي في الدنيا بدل ما تقف في الاخرة في جهنم طب ليه يا سيدي ليه بتقول لي كده ليه بتخلي العبادة انا وبفكر العبادة ابقى حاسس ان انا عايز ارفع رجلي الاحسن لو ان انا ما دخلتش للصلاة رجلي تنزل في جهنم ليه يا جماعة كل ده وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول لنا وبيطمننا وبيريح بنا وبيخلينا متزنين وبيخلينا بنحب العبادة خذوا من العمل ما تطيقون يعني ايه خذوا من العمل ما تطيقون لانهم مش بيقول لنا نقلل العمل ده بيقول لنا ايه اجعل العمل في طاقتك يعني ايه اعمل العمل في طاقتك خلي العمل في حياتك حياة لان الله لا يمل حتى تمله والعبرة مش صليت قد ايه اول ما قول الكلمة دي يقول لي عايزنا نقلل الصلاة لا عايزك تعيش في الصلاة اضرب لك مثال مش انت حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقيم الليل بآية واحدة انت هتقول على ان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقلم من عبادته لا حضرت النبي كان بيعيش عبادته مستليت قد ايه ولا سمت قد ايه العبرة انت استشعرت انت عشت قد ايه حلاوة العبادة وعشت قد ايه حلاوة الطاعة وللسه هي مجرد عندك اجراءات ومجرد رصيد هنا بقى بيبقى فيه مشكلة هنا بيبقى فيه مشكلة ان يتحول المسألة في العبادات الى منافسات وليس منها معناها ان كل واحد فينا بيساعد الاخر لكن كل واحد عايز يجري ويسبق الاخر فكده نظلنا على اللي حوالينا عن الناس لكن احنا عندنا التنافس في ذلك فليتنافس المتنافسون احنا عايزين نتنافس اي كل واحد فينا يدي نفس من نفسه للاخر عشان يجعله يتقدم الى الله ينظر الى الله فلو حد عنده نفس نفس فيه احساس بان الواحد يكون منكسر والذليل يعطيه لاخيه يساعده فيقوله يقوله العبادة اصلا زل وانكسار فان الله لا يمل حتى تمله يعني ايه ليس معنى ده ابدا اعوذ بالله اثبات صفة الملل لله منزعا ده سبحانه وتعالى زي ما يقول اصحاب الناس الفكر المنحرف ان ربنا بيمل لا انما لها معنى تاني وان الله سبحانه وتعالى سيجزيك على كل عمل قل او كسر ولن يمنع عنك الاجر فاعمل مبادلك فان الله لا يمل من ثوابك